أكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد على أهمية الالتزام بالمتابعة والمراقبة المستمرة لعمليات التشغيل بمواقع العمل وكمية المخلفات المجمعة وأليات التعامل الآمن معها وبسرعة التعامل مع الأماكن التي قد تواجه تراكمات بالإضافة إلى نظام تتبع السيارات لضمان التوجيه الصحيح لها جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة التنمية وزير التنمية المحلية محمود شعراوي مع وزيرة البيئة لمناقشة العروض الفنية والمالية المقدمة من شركة خاصة للقيام بأعمال الرقابة والمتابعة لمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة التي تقوم بها شركتان لتقديم خدمات الجمع والنقل والنظافة العامة والتي تسلمت العمل بمنظومة النظافة بالعاصمة في أحياء المنطقتين الشرقية والغربية البالغة حوالي 18 حية